اشتركوا في القناة في دار البيضاء وأبي جون ودكار وبريس وتومونس وذلك بغية تقديم برامج الهكتون الذي أطلقته مجموعة تجري وفابونك وتنظيم طلبات الترشحي واختيار المرشحين الأكثر إقناعا في موضوع آخر أكد المكتب أشريف للفصفات وفص بكراع في تصريح بخصوص الجسد الجارية في جنوب إفريقيا مزاعم المدعين والتي لا تسند على أي أساس هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المساسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه بفعالية مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة وبشر وفد من قطع الصناعات الميكانيكية والمعدنية اليوم سيسيرة من الاجتماعات المهنية في بوانت نورا بجمهورية الكونجو بمبادرة من المركز المغربي لإنعاش الصادرات المغرب تصدير وفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو ميكانيكية بلاغ للمغرب تصدير ذكر أن هذه الباعة التي تتميز بمشاركة عشرة مكاولات مغربية فاعلة في القطاع تروم تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وجمهورية الكونجو حيث يتم عقد اجتماعات مهنية فرضية لفائدة المكاولات المغربية وزيارات ميدانية في بوانت نورا وتنظيم ورشة لتقديم قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية في الكونجو وختاما أفد تقرير اقتصادي دولي بأن مجموعة تتل اقتصادية تصدرت قائمة أقوى مئة علامة تجارية في سوق الهندية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 13.1 مليار درهم لهذا نصل وياكم لختام موعدنا الاقتصادي نشكر لكم الطيبة المتابعة في أمان الله